يعني ايه متسلسلة؟ احنا قلنا معنى كلمة متسلسلة اللي هو مجموع حدود المتتابعة فلما جاء قولك المتسلسلة الهندسية يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان انا عايز اجمع حدود المتتابعة بكتب حدود المتتابعة عادي خالص بس بدل الفصلة بعمل علامة زائد ليه الجمع يبقى انا كده بجيب المتسلسلة او مجموع المتتابعة الهندسية زي كده مثلا ما اجا اقول لك ايه الف زاد الف راء زاد الف راء تربيع زاد الف راء قس تلاتة زاد نقط الى نون من الحدود طيب انا بجمعها بروح كاتبة بالشكل ده اللي هي سجمة من راء بتسواحد الى نون لمين للحد العام بتاعنا اللي هو الف راء قس نون نقص واحد يبقى انا بكتب الحد العام بحط قدامه سجمة وببتدي من الحد اللي تحت هنا حد السفل ده اللي هو اللي يبتدي به حد العلوة هنا اللي هو نون اللي انا هنتهي عنده يبقى انا كده بجمع حدود متتابعة عن دسية في صورة ايه سجمة طيب لما كنا عايز اجمع نون من الحدود ومعروف الحد الاول بتاعها بكام هقول انه هو الف والاساس اللي هو راء انا عايز اجمع مجموع عدد من الحدود ده القانون بتاعنا يكون ايه في عندي هنا صورتين وهنوضح الصورتين دول ايه جيم نون بتساوي اللي هو مجموع نون حدا بتساوي الف اللي هو الحد اللي هبتدي منه في راء السنون ناقص واحد على راء ناص واحد او نفس القانون هو هو بس هبتدي بدل ما اقول راء السنون ناقص واحد عكسها تبقى واحد ناقص راء السنون على واحد ناقص راء طيب طبعا عندي هنا لحيص راء لا تساوي صفر وما تساويش كمان واحد عشان المقام ما يساويش واحد طيب في حاجة كمان ايه القانون ده وايه ده ايه الفرق بين الاثنين هو رياضيا ما فيش فرق لكن كنا بنكتبهم زمان على اعتبار لما يكون عندي الراء في المتتابعة الهندسية اكبر من واحد كنت باخد الصورة دي دي لما تكون الراء اكبر من واحد ولما كانت الراء اقل من الواحد كنا بناخد دي راء اقل من واحد هتقول لي عادي عشان بس لما اعمل عملية الطرح تحت او فوق لما يكون الراء اكبر من واحد يطلع الناتج بالموجة وهنا نفس الكلام الراء اقل من الواحد يبقى ناتج الطرح يطلع ايه بالموجة لكن في الحالتين القانون صح هنا او هنا في حالة الراء اكبر من او اصغر من الواحد ليه؟ المجموع فوق إذا كان فيه إشارة سالب المقام تحت برضو فيه إشارة سالب عدد سالب على عدد سالب يطلع إيه؟ بالموجب يعني كأنك استخدمت أي صورة من الاتنين لكن أنا بقول الكلام ده على اعتبر أنت حبيت تكتب بالقانون ده ماشي؟ تكتب بالقانون ده صح